السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال في خضم موضوعاتنا المطروحة حول الروحانيات أو الروحانيات وما يتداخل معها من علوم أخرى أو من ممارسات وتطبيقات لأمور خارجة نوعا ما عن الطبيعة أحببت أخوتي الأحبة أني أتكلم في هذا اللقاء اليوم حول موضوع الإسقاط النجمي عودا على بدء نحن تكلمنا عن هذا الموضوع تكلمت عنه في حلقة سابقة أو حلقتين ولكن على أساس أن له علاقة أيضا بمجال والروحانيات بفكرة الروحانيات فأحببت أني أتعرض له في هذا من خلال هذه الحلقات كخصصت له هذه الحلقة ورح يكون إن شاء الله من خلال تجربتي الخاصة أنا مع الإسقاط النجمي لن أقول لكم يعني أنه فلان أخبرني أو قرأت أو سمعت بل التجربة كما يقال التجربة خير برهان أنا رح أتكلم عن تجربتي طبعا رح أتعرض أيضا لبعض المعلومات العامة حول الإسقاط النجمي كنوع من التكرار والفائدة والمقارنة أيضا بينها ما يقال وما هو شائع من أخطاء حول هذا الموضوع المهم جدا والحساس أيضا وما يوجد من أفكار وشائعات وسوء فهم لهذا النوع من التطبيقات النفسية العلمية وأركز على هذه الكلمة فهو مجال علمي عندما نعرف أساساته الصحيحة وعندما نفهم ما هو هذا التطبيق الجميل طبعا هناك من بالغ في تحريم هذا النوع من الرياضات النفسية والعلوم النفسية يعني بعض شيوخ الدين مع الأسف الشديد لأنهم لا يعرفون ما هو هذا الموضوع قاموا فجأة وبدون مقدمات بتحريمه قالوا أنه يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأنا بصراحة هذا التخصص في الشريعة الإسلامية أيضا هو مجالي الشخصي كذلك وعندما قارنت يعني الأدلة اللي اعتمدوا عليها وهي موجودة يعني على النتب بإمكانكم التفتيش عنها وليس الآن مجال ذكرها وتعدادها وجدت أن هذه الأمور مثل ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة أو كل ذلك كان عنه مسؤولة هم أنفسهم يقفون ما ليس لهم به علم لكن من له علم بهذا المجال يعرف ما هو يعني حربوا شيء هم يجهلونه ولاحظوا هذه المصيبة الكبيرة ما علينا خلينا ندخل بالموضوع مباشرة ما هو الإسقاط النجمي ما هو الإسقاط النجمي باختصار أحبتي الإسقاط النجمي هو عملية فصل رقيقة جدا للنفس عن الجسد فصل فصل أو عملية فصل رقيقة لاحظوا أنا أقول رقيقة لأنها ليست مثل عملية الفصل التي تحدث بالوفاء أو الموت أو النوم لاحظوا الآن الفرق النفس تنفصل هنا عن الجسد بعد سلسلة خطوات معينة رح أتكلم عنها طب بعد قليل الآن هذا الانفصال هذا الانفصال الرقيق للنفس عن الجسد يفتح أو يجعل هذا الشخص الخاضع للتجربة والذي يقوم بعمل التجربة يصبح شفافاً في هذه اللحظات بالذات لحظة انسلاخ لحظة انسلاخ أو انفصال النفس عن الجسد يصبح شفافاً لدرجة أنه يستطيع رؤية أشياء وهو مستيقظ هو ليس نائماً يعني أحد التطبيقات للإسقاط النجمي أنه يحدث وأنت مستيقظ وأنا هذه الحالة حصلت معي أنا وأنا مستيقظ فأصبح يصبح صاحب هذه التجربة يرى أمامه يرى أمامه أشياء جميلة جداً عذبة يشعر أنه سافر ملايين الأميال يشعر بأنه أو يرى حقيقة أشياء تحصل أمامه في أقصى بقاع الأرض في أقصى بقاع الأرض طبعاً ما يتصور قيمة والصورة الحقيقية لما أتكلم به إلا من دخل هذه التجربة فعلاً وعاشها ليس الخبر كالعيان لكن أخوة الأحبة يعني بشكل عام بشكل عام الذي يقوم بعملية الإسقاط النجم يطبقها بشكل صحيح يشعر بمتعة ما تضاهيها متعة إلا متعة العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى بس عندما تنتهي التجربة تشعر بأنك نشيط تشعر بأنك كائن آخر تشعر بأنك مش أنت بصراحة تحس أنك مش أنت تحس أنك إنسان ثاني تحس أنك تجدد نشاطك اتجددت الدورة الدموية عندك أصبحت إنسان فعال أصبحت إنسان إيجابي ما عادت عندك هذه الطاقة السلبية اللي أنت في البداية كنت مشحون بها ممكن كنت متضايق كان عندك هموم تعبان نفسيا بعد أن أجريت هذه التجربة وأفقت منها أو خرجت منها بتعبير أدق وأصح خرجت منها تشعر بشيء من تجدد تجدد في بنيانك بشكل عام في شخصيتك في نفسيتك في قدراتك تشعر إنك إنسان ثاني بالفعل تشعر إنك إنسان ثاني أخوة الأحبة الموضوع جميل ولكن له شروط لنجاحه أنت كيف تشعر أو كيف تنجح معك هذه العملية كيف تنجح معك يجب أولا إنك تختار مكان هادئ ومعزول تقريبا عزل كامل كل ما كانت نسبة أو درجة العزل الجوي أو العزل للطقس للمكان اللي أنت بدك تعمل فيه التجربة درجة العزل عن البيئة المحيطة كل ما كانت درجة العزل عالية أعلى كل ما كان نجاح التجربة أكثر ودقتها أكثر ليس شرطا إنه تكون الغرفة أو المكان مظلم لا المهم المكان هادئ ما يصدر عليك تشويش وإنت داخل في التجربة لأنه إذا صدر تشويش وحصل تشويش من الشارع من الناس كذا خرجت من التجربة تجربة أساسها التركيز ولذلك إخوتي الأحبة هذه التجربة تجربة الإسقاط النجمي تساعدنا نحن الباحثين في علوم القدماء لها أهمية خاصة عندنا وهي أهمية التركيز تساعدك في التركيز في مجال عملك أنت مثلا كمن يستخدم الأسياخ الأجهزة الأسياخ الاستشعارية مثلا أو أدوات الاستشعار أو قدرات الاستشعار يجب أن يتميز بتركيز في المجال اللي يعمل فيه وإلا كانت النتيجة عكسية وإلا كانت المعلومات والقراءات اللي تحصل عليها من عملك في الاستشعار مثلا أو نتائج تحليلك لأشياء معينة سيحدث هناك عكس تماما للنتائج الصحيحة فإنت أخي الحبيب هنا تحتاج إلى التركيز وهذه العملية تختبر قدرتك على التركيز وكلما نجحت فيها كلما أخذت درجة أعلى من التركيز حتى تصل إلى سمو في روحانياتك الحقيقية المقصود ما أحد يفهمني غلط لما أحكي روحانياتك لأن كل واحد مننا له روحانيات معينة أنت بعد الصلوات لما يكون في عندك طقص معينة طقص جمع طقص يعني تطبيقات دينية معينة مثل ذكر أوراد معينة تجلس فيه مصلاك لمدة عشر دقائق تذكر الله بسلوب أو بعبارات أنت متعود عليها مثلا أو وضعتها لنفسك وعودت نفسك عليها أو أخذتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أصلا روحانيات أنت هنا تعيش في روحانيات معينة وكل ما كانت روحانياتك أو تطبيقاتك للتركيز يزيد كل ما كانت هذه التطبيقات أكثر كل ما كانت روحانياتك أعلى تزيد درجة الخشوع عندك في الصلاة ليش؟ لأنك أنت بتركز فيما تقرأ أنت بتركز في الصلاة أنت بتركز في أركان وسنن وشروط وهيئات الصلاة أنت تركز في ما أنت فيه من عمل عبادة خاشع مركز كل وجدانك مع هذا التطبيق الديني الإيماني الروحاني العالي كل منا عنده روحانيات لكن بدرجات متفاوتة يحكمها التركيز التركيز هو الأساس الآن يجب أن تكون في وضع هادئ الأصوات كلها معزولة عنك عندما تدخل أو تحاول التجهيز أو تقوم بالتجهيز والإعداد لتجربة الإسقاط النجمي لازم تكون عندك الأجواء هادئة زي ما قلنا لازم تكون الأصوات معزولة الجو عندك ما في أصوات خارجية تدخل إلى المكان اللي أنت فيه ولذلك يفضل دائما إجراء هذه التجربة في أواخر أو في الثلث الأخير من الليل لاحظوا في الثلث الأخير من الليل روحانيات الكون مركزة روحانيات الكون كلها حاضرة روحانيات الكون كلها موجودة وحالة في الوجود اللي أنت موجود فيه واللي غيرك موجود فيه ما تسمع في هذا الوقت إلا همسة فقط ولذلك يفضل إجراء التجربة في هذا الوقت وهنا في هذا الوقت تكون درجة نجاحها عالية جدا لكن هذا لا يعني أنك أنت يعني ممكن تأخذ بعض النتائج إذا أجريت هذه التجربة وهي نتائج لذيذة أيضا إذا أخذت بعض أن تحصل على بعض هذه النتائج إذا أجريت هذه التجربة في أوقات أخرى من النهار ليس شرط في الليل لكن لتأخذ الفائدة كلها والنتائج كلها تتحقق إليك اعمل هذه التجربة نفذها في الليل وبالذات يفضل قبل الفجر بساعة بنصف ساعة بساعتين يعني في هذه الفترة الزمنية الآن إخوات الأحباء عندنا إحنا أهم قسمين للإسقاط النجمي يحصل من خلال النوم وأنت في النوم تستطيع إجراء هذه التجربة وهنا مش بكيفك بتكون غصب عنك يعني أنت ما خطرت جو أنت ما خطرت أو ما خططت ممكن تحصل معك فجأة وهي مقدمات تدلك على أنك أنت مؤهل مؤهل وعندك القابلية على أنك تستخدم هذه القدرة النفسية وما ننسى شغلة إحنا تكلمنا في فيديوهات سابقة ودروس سابقة أنه كل إنسان عنده قدرات في نفسه في داخل النفس هذه القدرات عند الكثيرين تكون غير مفعلة وعلى الأغلب عند الناس جميعا ممكن ما تكون مفعلة إلا عند شخص أو شخصين فإذا فعلتها تحصل على فوائد ونتائج مبهرة لتطبيق هذه أو لتفعيل هذه القدرة من ضمن هذه القدرات القدرة على تطبيق انفصال النفس عن الجسد انتبهوا وليس الروح الروح لا تنفصل عن الجسد إلا عند الموت النهائي وهي إطفاء الجسد نهائي خلاص النفس شيء والروح شيء أنت لما تكون نايم بصريح الآية الكريمة تقبض روحك أو تقبض نفسك عفوا أنا وقعت بنفس الخطأ تقبض نفسك لكن الروح موجودة شو الدليل على أن الروح موجودة إنك تتقلب وتحلم أو تحلم تتنفس قد تشعر ببعض الأحداث اللي حواليك هذا موجودة الروح موجودة في الجسد لكن النفس سحبت وقبضت الآن في أثناء النوم تحصل إنه تحدث عملية انفصال النفس عن الجسد بطريقة الإسقاط النجمي وهي ليست طريقة الموت أو طريقة انحلال النفس عن الجسد أثناء النوم بطريقة النوم اللي تقبض إلى الله سبحانه وتعالى هنا يحصل شيء غريب جدا معك تستطيع أن ترى نفسك وأنت جالس في مكانك اللي أنت أصلا جالس فيه أخوة الأحبة يعني نفترض أني أنا الآن جالس في هذا المكان مثل كما أنا جالس في هذا المكان أفترض أني دخلت في غفوة جالس أنا الآن ما أتحدث مثلا معكم أنا الآن جالس في مكاني هذا ومسند ظهري إلى المسند الكنبة اللي أنا جالس عليها وذهبت في غفوة قد تكون الغفوة دقيقة هنا تحدث أحيانا إذا كانت عندي هذه القدرة مفعلة هي موجودة لكنها أحيانا تكون غير مفعلة وأحيانا مفعلة إذا كانت مفعلة أستطيع أن أرى نفسي وأنا نائم أبدا أكون أجلس أجلس كإني واقف أمامي على بعد ثلاث أمتار وأنظر إلى نفسي وبالفعل أكون في نفس الوضعية وأرى نفسي وفي هذه اللحظة أفيق أنا هنا دخلت في عملية إسقاط نجمي أثناء النوم واضحة الفكرة تخيل نفسك تنظر إلى شخص آخر تخيل نفسك أنك تنظر إلى شخص آخر أنت في الحياة العملية ما يحدث من عملية الإسقاط النجمي لأثناء النوم إنك ترى نفسك مش ترى أشخاص آخرين انتبه ترى نفسك لا ترى أشخاص آخرين أنك تنظر إلى نفسك وهذا الفرق بين الإسقاط النجمي والحلم الحلم إنك ترى أشخاص وأشياء وغيرها لكن الإسقاط النجمي إنك ترى نفسك نائم نائم في وضعية النوم أنا بهذا الشكل بهذا الشكل غافي لاحظوا هاي المسند بهذا الشكل وكذا وأنا نائم بهذا الشكل واقف وأرى أن أمظر إلى نفسي وأنا بهذه الحالة أكون واقف أمامي وأنا واقف أمامي تخيلوا الفكرة أنا واقف أمامي وأمظر إلي هذا هو الإسقاط النجمي الذي يحدث أثناء النوم الذي يحدث أثناء النوم فقط اللي يقول لك أنه أثناء النوم الإسقاط النجمي يعني إنك تسافر وروحك تذهب وتتصل وغير 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 لا الشرط الأساسي أن تنظر إلى نفسك أن ترى نفسك إذا رأيت نفسك إذا أكملت بعد ذلك ولم تستيقظ استمرت في النوم فهنا أنت في عملية إسقاط نجمي تستطيع أن ترى ما تريد أو رغما عنك ترى أشياء رغما عنك ترى أماكن لم تزرها من قبل ترى أماكن حقيقية على أرض الواقع موجودة لكنك لم تراها سابقا وليس عندك أي معلومة عنها فإذا استيقظت وتنبهت من هذه التجربة الإجبارية لأن ما يحدث في النوم يكون عملية إجبارية هنا الإسقاط النجمي هنا فإذا تنبهت أخذت تبحث عن هذه الصورة اللي أنت رأيت وجدتها فعل حقيقي وموجودة يمكن في أمريكا اللاتينية موجودة عند الماية يمكن يمكن هرم معين بشكل معين ورأيت وأنت أثناء عملية الإسقاط النجمي موجود ويطلع أنه موجود فعلا في إحدى مدن الماية القدماء هذه الطريقة الأولى وهي أيضا من العذوبة بمكان لكن طريقة ثانية اللي تحدث معك أثناء اليقظة وهي أنك أنت ترتب الجو المكان هدوء انعزال كامل عن الأصوات عن البيئة الخارجية ويفضل أن يكون الضوء خافت ولكن ليس شرطا أن يكون مئة في المئة خفوت مقبول يعني يساعدك على التركيز تغمض عينيك تستنشق شهيق وزفير وتسترخي كامل تسترخي كامل ثم تغمض عينيك اغماض خفيف يعني مو تشد على عيونك شد كامل وكأنك بتعصرهم عصر لا يعني اغماض خفيف طبيعي ثم تبدأ بالتركيز أمامك تركيز التركيز في الفراغ اللي تراه وأنت مغمض العينين وأنت مسترخي ما في شيء سيقانك ما تكون فوق بعضها تكون متمددة أو ممدد بشكل متوازي إيديك تكون موضوعة بطريقة مريحة جدا لك مريحة جدا لك مسترخي استرخاء كامل ما تكون قابض في إيديك على شيء نهائيا ويفضل إنك تكون يفضل يفضل إنك تكون على وضوء يفضل لأن الوضوء يزيد هنا من قدرتك على التركيز وقدرة النفس على أن تصبح في حالة شفافية الآن ركز أمامك لاحظ كيف تدخل أنت عملية الإسقاط النجمي الصحيحة إخواني وهذه من تجربتي وهذه من تجربتي الآن بتركيز كلما ركزت وماشت ذهنك تشعر بأن هناك أمامك هناك أمامك على الطريق الصحيح وأنت الآن تدخل في تجربة الإسقاط النجمي المرحلة الأولى المرحلة الأولى وهي مرحلة الاقتراب الآن تبدأ أنت تقترب من هذه النقطة ركز في النقطة عندما تقترب منها بشكل كبير سترى بأنها عبارة عن دوامة عبارة عن دوامة مثل دوامة البحر وسريعة الحركة ولكنها أفقية وليست عمودية مثل دوامة البحر أفقية شو يعني فوهتها باتجاهك وطرفها الآخر بعيدا عنك جاي بشكل أفقي فوهتها باتجاهك يعني هذه النقطة اللي أنت رأيتها في البداية هي الدوامة لكنها كانت بعيدة جدا فأنت الآن اقتربت منها فتبينت معالمها وإلا هي دوامة الآن خليك مركز ركز انظر فيها في هذه الدوامة في حركاتها في دوامة في تموجاتها كيف تقلب على بعضها البعض وفي هذه الأثناء أيضا أنت تقترب 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 من الدوامة الآن إذا أصبحت على مسافة قريبة كافية يصبح يصبح عندك نوع من الثقل بالرأس نوع من الخدر في الجسم تبدأ حتى لا تشعر بجسدك تبدأ لا تشعر بجسدك لكن تبدأ هنا تشعر بنوع من الثقل في الرأس وكلما اقتربت أكثر أنت الآن لم تدخل الدوامة لم تدخل الدوامة في هذه الأثناء إخوة الأحبة قبل أن تصل الدوامة تشاهد أشياء لم تشاهدها في حياتك تشاهد أشخاص وأب أنت مستيقظ انتبه انتبه أنت مستيقظ أنت مش نايم أنت مستيقظ استيقاظ كامل لكنك مركز في شيء معين مركز في شيء معين بحيث أنه الوجود عندك بحيث أنك ما عدت تشعر في جسمك حتى ما تشعر في أنفاسك ما تشعر أنه أنت بس عبارة عن مسافر الآن تقترب من دوامة في الفضاء الآن عندما تقترب لكن قبل أن تدخل في هذه الدوامة وتشعر بهذه الإحساسات تبدأ برؤية أشخاص لم تراهم سابقا هيئات معينة بيوت أشجار منازل أنهار تحس بأنك مسافر في أماكن أنت لم تراها قبل الآن تجد ترى أشخاص واقفين أمام مثلا محلات سوبر ماركت أمام مقاهي أمام كذا أشخاص لم ترهم وأيضا لم تر هذه الأماكن هذه كلها تحدث لك إما وأنت تقترب من الدوامة أو في حالات أخرى من الإسقاط النجمي وأنت لم تر الدوامة بعد تحدث معك حتى قبل أن تر الدوامة خلال فترة التركيز قبل أن تر النقطة نقطة الدوامة من بعيد تعبر أو تمر بهذه المشاهد كلها وغيرها الآن أنت تقترب فإذا دخلت الدوامة انتقلت فورا انتقلت نفسك إلى بعد آخر طبعا تستطيع أن تسترجع نفسك في أي لحظة تريد لأنه أنت واعي أنت في حالة وعي كامل تستطيع أن تتراجع ما حبيت تستمر وقف اصحى افتح عينك خلاص طبعا إخوتي الأحبة أجمل إحساس تشعر وأنت في هذه الحالة في هذه التجربة أنك تحاول أو تشعر بأنه عينك مفتوحة هناك في يعني تشعر أنت بالفعل أنه عينك مفتوحة مش مغمضة أنت عينك مفتوحة تشعر بأنه مفتوحة وليست مغمضة مع العلم أنه حقيقة أنت مغمض العينين لكن تشعر وأنت تشعر بأنه أنت عينك مفتوحة لكن إذا حاولت تحرك عينك رح تلاحظ أن عينك مغلقة أساسا فأنت قاعد في عين تنظر فيها عينك مفتوحة لكنها مغلقة في الظاهر عين الجسد مغلقتين عيناء الجسد مغلقتان لكن عين النفس مفتوحة ترى فيها ترى أمامك التي ترى هنا ليست عينك أو ليست عينيك الأصليتين وإنما هي العين عين النفس هي التي ترى إخواني التجربة ممتعة 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 غاية الإمتاع صدقوني أن هؤلاء التعساء اللي يقولون عنها كفر ومن أفكار الملحدين ومن أفكار البوذيين ومن أفكار مدرمين والله وكسر الهاء لا يفقهون شيئا بهذه التجربة أو في هذه العملية لا يفقهون شيئا أبدا أبدا لا يعلمون ما هي لا يعلمون ما فائدتها يا جماعة يا جماعة لا يستطيع أن يطبقها إلا الذي يخشع في صلاته بصراحة بصراحة يعني الذي عنده قدرة على الخشوع يستطيع أن يطبقها ممكن مسيحي يطبقها ممكن مسيحي يطبقها طبعا مسيحي لا يصلي لأنه مسيحي فكيف يطبق؟ كيف تنجح معه؟ لأنه أصلا أمرها يعني هو لو أسلم ودخل الإسلام ودخل في صلاة رح يكون خاشع تلقائيا عنده هاي القدرة موجودة هؤلاء الذين حرموها أنا ما أدري كيف يعني والله إني احتقرتهم لما أنا دخلت التجربة والله 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 احتقرتهم وقلت أعوذ بالله منهم والله لا يتبعهم إلا ظال والله لا يتبعهم إلا ظال يا أخوان إلا من اتبعهم على سنة الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل إن شاء الله رح يكون فينا لقاءات حول مزيد من هذه النتائج وهذه التجارب وهذه المتعة الروحية بإذن الله تعالى وإخوتي الأحبة صدقوني أنها من تجارب خاصة وليست نقلا عن آخرين لأني بصراحة لا أثق في النقل عن الآخرين شو ممكن اللي يكونوا شافوا لكني أثق بنفسي بحمد الله سبحانه وتعالى وبارك الله بكم ولا تنسوني من صادقي دعائكم بظهر الغيب تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر